يا سيدي اول اشي انا بدي اشكرك على الاخت وفاء انك ساويت المداخلة معاها هذا بثبت اللي بنحكي فيه انه كان شمعون بيرس بقسدر مشميساني الان السفير الاسرائيلي زي الجردون قاعد بالدرب ابو عمان والسفير الاسرائيلي حتى في القاهرة زي الجردون قديش تنمروا عليها مجرد انه حكت مع اذاعة في الوطن المحتل بجوزنها عربية حتى مش اسرائيلية هذا ردة الفعل القاسية هي تعكس الاحقائق الموضوعية لدى المجتمع الاردني والمجتمع العربي نتعيلا انه قضية السلام قضية انتهت شكرا لنتنياهو اللي بيّن هو يعني على حقيقته يمكن شمعون بيرس كان يخبي يحط قفازات من حرير يضحك كلهم واحد هم يريدون دولة في فلسطين التاريقية كل ياتا وقالوا عندما احتلوا الضفة الغربية الضفة الغربية لنا والشرقية ايضا هذا هم الاسرائيل انتو بتضحكوا علينا لما منقول يا عمي هذا صراع وجود وليس صراع حدود صراع حدود صحي سوينا سلام حاولنا السلام لكن هم لا يريدون السلام ولذلك نحن نقول انه المستقبل البعيد مثل ما صار بالفرنجة عندنا مثل ما صار بالتتار مثل ما صار بالمغول كل هذول يجوا التاريخ لا يقاسب شهر وشهرين وسنة وسنتين التاريخ يقول ان هذه الدولة المسخ الدولة التي هي عبارة عن جسم غريب في هذا الوطن سيأكلها العرب والفلسطينيين وستغرق في البحر السكاني العربي مش بالبحر الابد بتبسط لانه المستقبل انت بتعرف انه الفلسطين التاريخية الان تقريبا قد بعض والزيادة السكانية عند الفلسطينيين اكثر فما بالك اذا بدهم يضموا كمان نهر الاردن وشرق الاردن وكذا بده يطلع رئيس اسرائيل واحد اسمه محمد زي ما قال مرة ترامب لذلك انا بقول التاريخ انه والصمود انه صحيح نحن انان نمر في حالات ضعف العالم العربي تعديدا بين مهرول وبين مبتتل وحتى خليفتهم كمان بلشان بالعراق والليبيا وادلب كل هذا الامور صحيح ضعف لكن انا بعتقد انه الدولة الاردنية بموقفها اللي شفته اليوم مع البنت وفاء مصطفى مع بنتي شايف هذا يدل على انه الشعب الاردني مع القيادة الاردنية موقف الملك عبدالله والدولة الاردنية موقف تاريخي لم يسبقه عليه احد متقدم على الكل ولذلك في واجب على الدولة وواجب على الشعب واجب اللي على الدولة هي ان تبدأ من اليوم بان الخيارات انت قلت الكفاح المسلح الخيارات المسلحة وغير المسلحة الذي يقررها الان يجب ان يكون هناك تشاركية